رئيس الحكومة الباكستانية عمران خان وقبيل تصويت البرامان على حجب الثقة يقدم دعوة صريحة لأنصاره للنزول إلى الشارع للاحتجاج السلمي على ما وصفها بمؤامرة دبرت خارج باكستان للإطاحة به ملمحا إلى إمكانية رفض نتيجة التصويت عمران خان وصف هذا التحرك بأنه تدخل سافر من الولايات المتحدة في السياسة الداخلية لبلده معتبرا ذلك محاولة لتغيير النظام فيما نفى البيت الأبيض ذلك وتقول أحزاب المعارضة إن خان فشل في إنعاش الاقتصاد المتضرر من جائحة كورونا وفي الوفاء ببعوده بجعل حكومته أكثر شفافية وخضوعا للمساءلة وقدمت الأحزاب اقتراحا بحجب الثقة عنه من المقرر التصويت عليه الأحد وخسر خان الغالبية البرلمانية التي كان يتمتع بها عقب انسحاب حلفاء رئيسيين من حكومته وانضمامهم إلى المعارضة العلاقة بين واشنطن وإسلام أباد ليست بأحسن حالاتها خاصة بعد أن تهمت واشنطن السلطات الباكستانية بدعم تمرد طالبان الذي تسبب في انسحاب فوضوي للقوات الأمريكية وقوات الدول الحليفة فضلا عما يقوله خان إن واشنطن اتخذت موقفا معاديا له عقب زيارته إلى موسكو أثناء العمليات العسكرية على أوكرانيا فضلا عن معلومات عبر سفير باكستان في واشنطن تفيد بأن مسؤولا أمريكيا كبيرا أشار إلى أن العلاقات ستكون أفضل بين واشنطن وإسلام أباد إذا ترك عمران خان رئاسة الوزراء ترجمة نانسي قنقر